دكتور غالبا ما يسأل بالنسبة للعدوى عندما يكون الشخص حامل لهذا الفيروس أو الجرثومة أو أي كان هذا المرض هل تنتقل العدوى قبل أن تظهر أعراض المرض من شخص لآخر أم لا تنتقل إلا عندما تظهر الأعراض رائع هي قد تنتقل في فترة الحضانة بنسميها اللي بين ما أنا أخدت الجرثومة لما ظهرت الأعراض ودي بتختلف قد تطول من شخص ربما تطول هذه المدة في أمراض زي السيفلس بتطول إلى فترات طويلة في أمراض زي الإيدز ممكن تطول سنين طيب إزاي حيروح من الشخص لشخص بدون إفرازات لازم يكون مرض مش من بتوع الإفرازات يعني مثلا زي الإيدز بالعلاقة الجنسية هنا ممكن وبرضه هو حيجي في الإفرازات مثلا يعني في السائل المنوي أو كذا فلكن هي أغلب الأمراض الشيدينج أو النشر النثر بيسم موبر العربي يمكن بتاع الفيروس أو غيره بيبقى في قمته لما يكون عندي الأعراض لما يكون في قرحة لما يكون في كذا يبتدي يكون كتير قوي فأنا لو بعطس أكيد أكتر من لو أنا إنفلونزا وما ظهرتش لا